على وقع الأحداث الدموية في سوريا وخاصة في الغوطة الشرقية عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة عاجلة في جينيب جاءت الجلسة بطلب من بريطانيا لمناقشة الأوضاع في الغوطة في ظل فشل تطبيق اتفاق الهدنى الذي نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي السبت الماضي مصادر صحفية كشفت عن أبرز نقاط البيان الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء الدول المشاركة في الجلسة ومنها إدانة استمرار خرق القانون الدولي الإنساني في الغوطة بما في ذلك منع المساعدات وعرقلة إجلاء المصابين ومن نقاط البيان الذي سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي تنديد باستخدام قوة النظام السوري البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميوية ضد الشعب وخاصة ضد سكان الغوطة الشرقية المحاصرة كذلك يدعم البيان القرار الذي اعتمده مجلس الأمن مؤخرا ويطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما على الأقل للسماح بإيصال المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبي لأكثر من ألف مصاب ومريض من المنطقة على وجه السرعة كما يطالب المشروع البريطاني بوقف فوري لهجمات قوات النظام على المدنيين في الغوطة الشرقية ويدعو فريق التحقيق التابعة للأمم المتحدة بقيادة باولو بينيرو الذي يحقق في جرائم الحرب في سوريا إلى إجراء تحقيق مستقل في أحداث الغوطة الشرقية بحلول شهر حزيران المقبل جلسة مجلس حقوق الإنسان هذه تزامنت مع دعوات وجهتها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا إلى روسيا للضغط على النظام السوري لدفعه إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 2401 الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في سوريا ففي اتصال هاتفي بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقت طرفان على ضرورة تنفيذ النظام السوري وحلفائه لقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في الغوطة وفي اتصال هاتفي آخر دعا الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي روسيا لممارسة أكبر قدر من الضغط على النظام السوري لتطبيق قرار مجلس الأمن بشكل فوري واحترام الهدنة في الغوطة الشرقية وإلى أن تخرج الاجتماعات والاتصالات الدولية بقراراتها يبقى السوريون الذين أتعبتهم المذابح اليومية ومشاهد الدماء ضحية لعبة دولية كبيرة نسجت خيوطها بدم السوريين